بحسب باراك أوباما فإن واشنطن ولندن متفقتان على ضرورة زيادة الضغط لإجبار الأسد على التنحي لكن الرئيس الأمريكي الذي كان يتحدث في ختام محادثاته مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بدى غير متأكد بعد من الحقائق بشأن استخدام النظام أسلحة كيموية في سوريا وقد تميز أوباما في موقفه هذا مع ضيفه البريطاني الذي قال إن الدليل على استخدام النظام هذه الأسلحة يتزايد وحض كاميرون العالم على وقف المذبح التي تحصل على مرأة منا في سوريا داعيا إلى تحرك سريع قبل وقوع الأسوأ وإذ أعلن أن أي قرار لم يتخذ بتسليح المعارضة أكد أن بلاده ستضاعف المساعدة غير القاتلة للمعارضة في العام المقبل وكانت لندن رصدت تحولا طفيفا في الموقف الروسي الذي بات بحسب مصدر بريطاني أكثر قبولا للتعامل مع الغرب في الشأن السوري ما يسهل عقد مؤتمر للسلام المشاركة في هذا المؤتمر يتشاور بشأنها الائتلاف السوري والمعارض مع كل من السعودية وقطر وتركيا بحسب رئيس الائتلاف بالإنابة جوش صبرة الذي قال إنهم في انتظار أن تتضح حيثيات المؤتمر وأجندته والحاضرين فيه في تركيا الاستفزازات التي تعرض لها اللاجئون السوريون بعد انفجارات الريحانية دفعت رئيس الوزراء رجل طيب أردوغان إلى رفضها محذرا من عصابة تحاول أن تلقي المسئولية على عاتق المعارضة السورية واللاجئين أما وزير الإعلام السوري عمران الزعبي فاتهم الحكومة التركية بالضلوع في التفجيرين واصفا أردوغان بالقاتل على صعيد آخر أعلن الجيش التركي أنه فقد إحدى طائراته المقاتلة F-16 قرب مدينة العثمانية جنوب تركيا على بعد نحو 50 كم من الحدود السورية ورجح مصدر عسكري أن يكون الحادث عرضيا ميدانيا سيطر الجيش السوري على ثلاث قرى في ريف القصير ما مكنه من قطع طريق الإمدادات على المقاتلين المعارضين الموجودين داخل المدينة بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ضابط في منطقة القصير اشتركوا في القناة